بعد أن تمدد طوال الأشهر الماضية مستغلا حالة الفوضى بدأت رحلة الانكماش بالنسبة لتنظيم القاعدة رحلة العودة إلى الصحراء بدأت من هنا من مدينة المنصورة بعدن والتي كانت تنظيم يعدها لتكون معقلا له في العاصمة المؤقتة الخارجة من حرب مدمرة مع ميليشي الحوثي والمخلوع وطوال أشهر كانت المدينة مركزا لعمليات التنظيم والجماعات المسلحة التي وجدت لها مكانا هناك وبعد استعادتها من قبل السلطات الأمنية في عدن كانت الوجهة هذه المرة تقود إلى الحوطة عاصمة محافظة لحجة المجاورة الحوطة التي بقيت تنظيم يحكمها لمدة خمسة أشهر سقطت فيه القوات الحكومية بعد اشتباكات وصفت بالخفيفة وسيطرت القوات الأمنية على كامل المدينة والمناطق المحيطة بها فيما كانت معظم عناصر التنظيم تغادرها إلى الأماكن النائية التي قادمت منها نفس الطريق يقود أيضا إلى أبيان ولتي تشهد قصفا متواصلا لمواقع التنظيم في أكثر من مدينة في المحافظة تمهيدا لعملية أمنية قادمة هناك سكان المحليون أكدوا قيام مقاتلات تابعة للتحالف العربي بقصف مواقع مفترضة لمسلح تنظيم القاعدة في مدينتي خنفر وجعار فيما كانت السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة تحضيرات الحملة الأمنية التي تسعى لتطهير كامل المحافظات من التنظيمات الإرهابية والتي من المقرر أن تبدأ خلال أيام ثلاث محافظات باتت أقرب إلى التخلص من وجود القاعدة والجماعات المسلحة المرتبطة بها والتي بقيت تشكل خطرا على الوضع الأمني الهش في هذه المحافظات عقب تحريرها من ميليشي الحوثي والرئيس المخلوق فيما تبقى المكلة تنتظر دورها من عملية يبدو أن التحالف العربي مصمم على الوصول فيها إلى النهاية اشتركوا في القناة